اشتركوا في القناة 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 ومخرجين أي حاجة وكتعوننا وكتعون دروش أعاش الملك أعاش سيدي محمد أعاش سيدي محمد وقولي دي تربح حضم وأتقسحها جديدة وأتقسحها جديدة بسم الله الرحمن الرحيم معكم السيد يحيى بقضايا مسؤول بمنذ وبيا التعاول الوطني بالمسيك حاليا نقوم بتوسيع قفة رمضان والتي هي قفة سنوية درجة على صاحب الجلالة سنويا وهذه العملية كتميز أنها فتورة عملة بالمسيك فيها 889 مستفيدين يعني 889 قفة تنقسم إلى قسمين بالمسيك ستكون فيها 400 قفة والسباتات ستكون فيها 489 قفة كتمتاز هذه العملية أنها المستفيدين يتم تحيينهم والسلطات المحلية تتدخل وكلهم يعانون العوز أو الهاشاشة أو الفقر يعني المضبوطين بعملية إحصائية متقنة والسن يعني يتراوح ليس هناك سن محدد كل من هو يعالي نهاشاشة أو أي شيء من هذا القبيل فهو يستفيد من العملية وهي تتم بطريقة منظمة يعني يحضر الأوضر صباحا يتم التوقع على المحاضر وبعد ذلك تبدأ عملية التوزيع لكي تتم في أفضل شعور وكما تلاحظون السلطة المحلية معنا وبقية الأوضر والجيئات الشركائية أيضا معنا ونتمنى من الله توفيق في هذا اليوم إن شاء الله بالنسبة للقفة الرمضاني دياله العام يعني من المكونة اللي فيها أو الأشياء التي توجد فيها كل ما هو ضروري في رمضان للأصال المغربية يعني زيت سكر يعني للعدس يعني مصبرات طماطم الشاي ودقيق المدعم يعني كل ما هو أساسي وما يكفيها والناس يعني أقصى ما يمكن فهو ما تم إضافة إلى الأرز يعطيه ما أغنى في يامه والله سترق هو وليداته وعاش المالك والله نصر سيدنا محتاجي لها فزويتها فدقيقة فآتي فيها كل شي كل شي السكر كل شي فيها الله يزازيه والله كتر خيره وجدت في وقتها والله نصر سيدنا محتاجي لها سيدي محتاجي لها ما عندناش الله يعلم علينا تنشكرون للناس اللي يعطونا هذه المبادرة دي المؤسسة معتدامون محمد الخاميس اللي يعطونا للناس دي الرمضان أو تنشكرون سيدنا الله ينصرق أو شي لك لك أنه اشتركوا في القناة